السلام عليكم أهلا وسهلا بكم ومرحبا ضمن أخبار في دقائق بعد غياب دام تقريبا أسبوعين كان ذلك بسبب زيارتي للأقليم الجنوبية للمملكة المغربية سيكون لعودة خلال بث مباشر قبل نهاية الأسبوع للحديث حول تلك الزيارة التي لن أنساها أبدا والتي أصابت البعض بالوجع حديثي في هذه الحلقة اليوم أو موضوع حلقة اليوم سيكون حول المقال الذي نشرته جريدة القدس العربي بعنوان هل ستنتعش الوساطة الأوروبية لحل الأزمة بين المغرب والجزائر على خلفية سعيد الروسي الأوكراني لكنكم شايفين مؤخرا كان أزمة خطيرة اندلعت في مبين روسيا وأوكرانيا واللي يبدو أن طبور أو أطراف دولية تريد إشعال حرب في تلك المنطقة هذه الحرب أو هذه الأزمة يعني قبل ما تندلع الحرب عندها تداعيات على سوق الطاقة الدولي راكم شفتوا كين ارتفاع في الأسعار أسعار النفط وكين خشية من توقف الإمدادات الغاز الروسي إلى دول أوروبا نقرأ لكم ما جاء في المقال ونحلو نعطي التحليل انتهى هذا المقال هل يمكن للأزمة الأوكرانية الروسية أن تقود إلى انتعاش فرص جديدة للديبلوماسية الأوروبية لتكتيف جهود الوساطة بين الجزائر والمغرب في أفق إعادة فتح خطوط أنابيب الغاز يعني أنبوب الغاز المغرب أوروبا إنه سؤال السعى في عدد من بحوث التقييم السياسية مثل ما فعلت مؤسسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إذ نشرت مقالا تحليليا يرى أنه إذا شنت روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا فإن الآثار المتتالية للمصالح الأوروبية ستنتقل إلى ما هو أبعد من البلدين ومن المرجح أن يتأثر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص وأضف أنه من المحتمل أن تخلق الحرب في أوكرانيا مشكلات جديدة لأوروبا في المنطقة في حين أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تكون قادرة بمفردها على استبدال روسيا كمزود الطاقة الرئيسي لأوروبا كما يأمل البعض ومن ثم فستتجه أكثر نحو الغرب وستتيح هذه الوضعية الجديدة فرصا أقوى للدبلوماسية الأوروبية لتنفيذ جهود الوسطة بين الجزائر والمغرب من أجل إعادة فتح خطوط الأنابيب للطاقة التي كانت توقفت منذ بضعة أشهر بسبب التوترات المتصائدة بين البلدين الجارين العداء طويل الأمد بين الجانبين لا يمكن أن ينتج سوى بصيص من الأمل في التوصل إلى حل سريع حتى ولو كانت الأزمة الأوكرانية قد تدفع الأوروبيين إلى تكتيف جهودهم لإحتواء النزاع المغربي الجزائري وفق مؤدي التقرير المشاري إليه ومع ذلك ما يزال بإمكان الجزائري توفير إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا أو تصدير المزيد من الغاز شرقا عبر خط أنبيب إلى إيطاليا مشكلة أخرى تطفو على السطح وتتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغدائية إلى جنب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على الاستقرار في منطقة الشرق أوسط وشمال إفريقيا في السياق نفسه تسأل موقع بيئة بلادي هذا موقع إخباري مغربي عما إذا كان الوضع المتوتر على الحدود بين أوكرانيا وريوسيا قد يقود إلى تجديد عقد أخط أنبيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا الذي مر عبر المغرب والمغلق منذ 31 أكتوبر المنصر وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث عن إذا كان بمقدور الشركات الدولية العاملة في الجزائر مثل إيني وتوطال وإيكوينير على القيام بدور بديل لروسيا كما اعتبر أنه في هذه الحالة يمكن لبايدن الاعتماد على دعم قطر رابع أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإيران ويوفر الصراع الروسي الأوكراني كذلك فرصا للجزائر من أجل انتزاع التزام من الولايات المتحدة مقابل إعادة فتح سنبورسة صادرتها من الغاز والتي تقدر سنويا بنحو 20 مليار متر مكعب عبر خط أنبيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا ولاحظ الموقع المذكور أنه منذ 31 تشرين أول أكتوبر تاريخ إغلاق خط الغاز الذي يمر عبر المغرب ساعة الجزائر من خلال خط ميتغاز الذي يربطه مباشرة مع إسبانيا للوصول إلى 10 مليار متر مكعب بينما يتقلب حجم الصادرات عبر خط الأنبيب إلى إيطاليا عبر تونس ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب سنويا بالإضافة إلى مسألة القدرات الإنتاجية يبقى سؤال منصبا حول ما إذا كانت السلطات الجزائرية مستعدة لطعن روسيا حليفها الرئيسي في الظهر وفي الوقت نفسه تقديم هدية للمغرب يتساءل موقع يا بلادي وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت منذ حوالي أسبوعين أنها استجابت بشكل إيجابي لطلب المغرب لدعمه في ضمان أمن الطاقة على أساس العلاقات التجارية كما ينبغي مع أي دولة شركة أو جارة وترغب الرباط بالاستفادة من التسهيلة الإسبانية لأعادة تحويل الغاز طبيعي المسال إلى غاز طبيعي حيث سيتم نقله من إسبانيا إلى المملكة المغربية عبر خط أنبيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية منذ عقود عدة عقود حالة من التوتر على خلفية نزاع الصحراء إذ يتهم المغرب جارته الشرقية بالتدخل في شؤونه الداخلية ويعتبرها طرفا في النزاع المذكور بينما تقول أنها مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأعلنت الجزائر سيف العام المنصر امقطع علاقتها مع المغرب بسبب تصريحات سفيري الدائم في الأمم المتحدة أعلن فيها حق سكان منطقة القبائل الجزائرية في تقرير المصير كما اتهمت الرئاسة الجزائرية في نوفمبر القوات المسلحة الملكية المغربية بقتل ثلاث مواطني جزائريين على الحدود بين موريتانيا والصحراء بينما رد مصدر المغربي بالقول أن الحادث وقع في حقل ألغام حيث كانت شاحنتان جزائريتان تحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو وهذا هو مقال القدس العربي حول إمكانية انتعاش الوساطة الأوروبية بعد تطور الخطير الذي تشهده الأزمة الروسية الأوكرانية انتعاش الوساطة طبعا بين الجزائر والمغرب لإعادة تدفق الغاز عبر أنبوب المغرب أوروبا هو أكيد هذه الأزمة الروسية عندها تدعيات وستلقي بذلالها على منطقة شمال الفريقيا والشرق الأوسط والمشكل هو أنه هناك أنبوب غاز روسي هو لمد الغاز باش نبسط لكم الأمور نحو الدول أوروبا وفي حالة اندلاع حرب وفي حالة غزو القوات الروسية لأوكرانيا هذا يعني أنه سيتوقف إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وبالتالي ستقع أزمة طاقة غير مسبوقة داخل دول خصوصا للاتحاد الأوروبي وهنا يبدو أن النظام الحاكم في الجزائر سيكون مرغما على إعادة تدفق الغاز عبر أنبوب المغرب أوروبا لضمان اندادات الطاقة للدول الأوروبية وهذا سيكون نتاج ضغط أمريكي وضغط أوروبي وغادي تشكل غادي تشكل يعني غادي تخلي النظام الحاكم في الجزائر بين نارين يتضمن مع ما يعتبره حالف الله وهو روسيا والمزود الأول بالسلاح للجزائر أو ينصع لضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بزيادة اندادات الغاز لأن الأمبوب انتهاء المغرب أوروبا اللي يمر عبر المغرب لكاباسيتي تأهو للسيعة تأهو 13 مليار متر مكعب وهذا رقم غير سهل ويعني يقدر يشكل عفوا يقدر يشكل ما هوش بديل كامل ولكن يقدر يخفف من الأعباء الأوروبيين فيما يخص أزمة الطاقة في حالة اندلاحها في حالة حفوا اندلاح الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأكيد هناك الآن مساعم غير معلنة من أجل الرجوع إلى استعمال أنبوب الغاز هنا نظام العسكر يعيش حاليا بسبب هذه الأزمة هيش نوع من الضغط عليه وقد قد ينتهي به المطاف إلى الرضوخ للمطالب الأوروبية ولا الرضوخ بالأساس للمطالب الأمريكية لأن أمريكا دخلت عن الخط في هذه الأزمة الروسية الأوكرانية وبما أن الأوروبيين والأمريكين هم حلفاء فإنها لن تقبل بأن يبقى الأوروبيون رهينة بأيدي الروس وخصوصا وأن الغاز الروسي يشكل أكثر من 40% من حجم استهلاك الأوروبيين لهذه الطاقة سنويا وإذن المشكل روسيا أوكرانيا قد يرغم نظام العسكر على الانسياع ولو أنني أنا شخصيا أعتبر أن إيقاف تدفق الغاز عبر أمبوب المغرب أوروبا هو أساسا يضر المصلحة الوطنية هو أساسا مشي أنا بارسكو الروسي بإنسلاح وبارسكو الروس نعتبر حليف لي ولا هو أنه وما هو حليف هو فقط مزود بالسلاح نروح نضرب المصالح العليا أنت بلادي ونقسم الشيفر دافير أنت حقق لي مداخل الكبرى ونوقف كما قاموا بهذاك القرار الانتحاري في شهر أكتوبر الماضي أنا نسميه قرار انتحاري لأنه في الوقت الحالي أسعار الغاز ارتفعت بشكل مهون في الوقت الحالي الجزائر تخسر المليارات عقب عدم استغلال أو عدم تدفع الغاز عبر أمبوب المغرب هؤلاء القائمون على الحكم في الجزائر لا يفكرون بالشكل الذي يخدم المصلحة العليا للوطن هم من أجل يبقى شماعة المغرب بلد عدو يضحوا بالمقدرات منتع البلاد وينقصوا من شغل المداخل اللي احنا بأمس الحاجة إليها بأمس الحاجة إليها لكنهم نظرا لغطرستهم ولتضخم الآن عند الكثير من رموزهم من رموز هذا النظام الحاكم فإنهم شغل خلّوا هاد الأمبوب الغاز اللي تتشكل الآن فرصة تاريخية للجزائر باش تحقق مداخل أعلى وباش تمكن من تكون عندها حصة كبيرة في السوق الأوروبي بالنسبة للطاقة لكن هم يفضلوا أنهم باش يحافظوا على السياسة والتعلى الأداء والأزمة التي لا يريدون لها أن تنتهي مع المغرب يفضلوا أنهم يخسروا يضيعوا على بلادنا المليارات الدولارات هاي أنا جاءت فرصة جاءت فرصة الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاع الأسعار حاجة الأوروبيين إلى الطاقة وسعيهم إلى التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي كل هذه الفرص رهي ضيحها هذا النظام رهي ضيحها هذا النظام بسبب الغطرة سنتعى بسبب سياسته الخاطئة أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب إلى دعم مشروع عنبوب الغاز نيجيريا المغرب في المستقبل وذلك سعيا من أجل التقليل الاعتماد على الغاز الروسي وأعتقد أيضا أنها ستدعم مشروع غاز نيجيريا الجزائر لأن هذه المشروعين كلاهما قد يشكلني بدين حقيقيا للغاز الروسي الذي أصبح يستعمله كورقة ضغط على الغرب على الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية القائمون الحكم في الجزائر لا يستعرفون استغلال هذه الفرص ورغم أن الجزائر يأمس حاجة إلى تلك المدخيل خصوصا بعد أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط من 2014 إلى غاية هذه السنة هذه السنة لأننا بدينا نخرج من أزمة كورونا وبدأ ننتعش الاقتصاد العام الامي وقد يتشهد في حالة اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا ارتفاع صاروخي الأسعار النفط وعدم استغلال وعدم إعادة تدفق الغاز عبر أمبوب المغرب الأوروبا سيشكل ذياع كبير لبلادنا ويأكد بلي أن النظام الحاكم في الجزائر يسبح ضد الطيار وأنه لا يراعي المصلحة العليا للوطن وأنه في ورطة وما يعرفش كيف يخرج منها هو هذا اللي يسميهم هما لبرنسيب يسميهم لبرنسيب يضيعوا على بلادنا يضيعوا على بلادنا المليارات من الدولارات كما شفتوا هذه هي أحدى أوجه تكلفة الأزمة التي يفتعلها ويدكيها هذا النظام منذ عقود مع البلد الجار الأزمة الروسية الأوكرانية قد تشكل فرصة لإعادة تشغيل أو إعادة تدفق الغاز عبر أمبوب المغرب وأوروبا وأنا أعتقد أن المغرب في حالة إنسياء نظام العسكر للضغوطات الأوروبية لن يرفض لأن الآن بعد 25 سنة من العقد الذي تم توقعه في حالة 1996 الأنبوب الذي يمر فوق التراب المغربي هو أنبوب في ملكية الدولة المغربية قلت لا أعتقد أن المغرب سيرفض ذلك بالعكس هو يبحث دوما على سياسة حسن الجوار يبحث على كما يقوله التوافق وللأمانة هو يفصل ما بين هو اقتصادي وما بين هو سياسي على العكس من نظام العسكر خلطها كما قالوا بوغا ولاتشا كالسياسة مع الاقتصاد وها هي النتائج نخسره يخسر يخلي بلادنا تخسر الإسساسيال تبقى سياسة العداء الإسساسيال يبان بالله هو قدام العالم رهز عمام حاصر المغرب وره يعاقب في المغرب وكلها مغلطات وكلها أكاديم وأعتقد أن الضغطات ستزيد هذه الأيام عليه فيما يخص تشغيل الأنبوب المار عبر التراب المغربي نحو أوروبا هذا ما أردت توضيحه فيما يخص المقال الذي نشرته جريدة القدس العربي والذي يبدو أن الأوروبيين سيضغطون أكثر وأكثر من أجل الوساطة أو لأقل فصل هذا الأمر الاقتصادي الأمر السياسي فيما يخص مسألة العلاقات بين الجزائر والمغرب أكتفي بهذا القدر لا تنسوا هاشتاك ترد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي شكراً على تتبعكم ولي موعد من معكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامج أخبر في دقائق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر